نحن كأباء كالحلم دينا أن وليدتنا يدخلوا لفاك المدسين وتحقق الحمد لله بفضل مجهودات ديالهم وطبعا مساعدة دينا ودبا أزياد من خمس شهور هما في مقاطعة شاملة لامتحانات والتداريب السيشفائية طلب ديالهم الوحيد حاليا هو فتح باب الحوار وفتح باب الحوار طبعا ما يكون شي حتى تكون الرجوع ديال الموقوفين هذوك طلبة هذوك وليدتنا هما وما عملوا شي حاجة اللي يستهلوا عليها هالتوقف هذا صوف أنهم كيمتلوا الطلبة اللي صوتوا بالإجماع للمقاطعة وما كانوا شي مين المحردين ولا مين داعين إلى المقاطعة ذوك أول حاجة هو عودة ديال الطلبة ذوك إلغاء العقوبة الثاني حاجة هو فتح باب الحوار من غير هاد الشي كنظن الأزماء عديد تفاقم لأن ما شي الحل هو أنك توقف طلبة هذا ما شي حل العكس سكس استوعبهم وتقلس معهم وتكسبهم وما كانوا شي أن الطلبة حاليا زعمة ما كانوا شي أن الطلبة متعنيتين العكس ولكن طلب منهم يرجعوا للدراسة بدون تحقيق زير ومطالب يعني هذا عود ماشي مطلب قلس معهم تحاور معهم الأخذ والرد هذا هو المسؤول الحوار أخذ والرد والطلبة كانوا مرينين ومساعدين للحوار واش هاد عمد الكليات سيد الوزير أعطاهم صراح يعني يبشي معهم أقصى حد باش يصيبوا الحلول أما باش رمي المسؤولية على على عمد الكليات ويقول لهم تناقشوا معاهم ومن اللي غير يوصلوني للخبار سمع ما هدي ما فهمهاش كشالاش كنطلبوه السيد الوزير باب الحوار وهو الحل لهاد المشكيل المشكيل اللي بالعاوس اللي خاطر بزاف هو توقيف وطرد بعض طلبة من بعض الكليات وهدوك طلبة شنو الدور ديالهم شنو الجريمة ديالهم لأن القانون الجامعة كيطلب بأن الطالب يتنظموه على طريق ديال ديال اسميته نوادي على طريق اللي بيرو ديال ديال طالبه باش كيكونوا المحاورين واش العمد غير تتحور مع سكسون كاملة ولا مع القسم كامل كل قسم ولا كل سكسون عنده ممتيل والممتيلين وصلوا الخبر الوزارة والوزارة دهو القارة اللي خدات إذا كان نرجو من السيد الوزير المسؤولة لهذه الميلف يحل باب الحوار ويحلوا لهذه المشكلة لأنها ليس في صالح أي وعد لا في صالح الدولة ولا في صالح الطالب ولا في صالح الأب راه سعرفوا المعاندة هذا الطالب لمدة خمس شرفة مأزيد ومقالسين هذا شيء زعمل مش معقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر